ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 وش يجوز نتشاركوك عائلة ولا نتشاركوك جيرا عند المالكية لا يجوز المشاركة لغير الجيران لغير الأقارب يعني اللي بغير نتشاركو برقصة نكون من عائلة وحدة هذا عند المالكية لكن عند جمهور الفقاء وتسهيلا نحن نقوله تيسيرا وخايحني فهذه المسألة دي غادي نحاول نخرجوشي على الإطار دي المذهب ولكن تيسيرا على الناس الله يجوز تيسيرا على الناس يجوز اشتراك سبعة الناس في بقرة ولو لم يكونوا أقاربا كاد الجار وهدك الجار وهدك وهدك تشاركوه شراوه بقراد بحوا قسموها كل واحد اخدحقه نعم هذا جائز ان شاء الله وتعالى ان الشركة في بقرة طيب أخيرا شنو الأفضل في هدى الأضاحي كلها شنو اللي أفضل النبي صلى الله عليه وسلم أو سيد ربي سبحانه وتعالى أحلى لنا بهيمة الأنعام والأنعام أربعة كين الضأن اللي هو الكبش كين الماعز وكين البقر وكين الجمال والنق شنو الأفضل في هذا الربعاجع كاملين شنو الأفضل الأفضل كما ذكر العلماء ومنهم مالك رضي الله عنه أنه ذكر قال الأذان أفضل لأنه أطيب لحمن لأن الحمد يلو يعني طيب وبنين وحلو وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين وضجع يعني دار على صفيحة عنقها يعني دار رجلي على سوء الله ثم دبح صلى الله عليه وسلم طيب شنو الأفضل وش الأنتو ولا الذكر كلاهما جائزون في الأضحية ولكن الذكر أفضل في الأضحية مثلا الناس اللي في البادية وش يدحي بالخروفة نعم يجوز إلا ما عندوش يدحي بالخروفة جائز تيقولك نعجا جائز يجوز يدحي ببقرة يجوز يدحي بمعزة بغيت الضحي بعتروس هذا الأفضل لكن ضحيتي بمعزة وش جائج نعم مقبولة فهذه الأربعة كلهم دايزين في الأضحية يعني الحولة والحولية المعز يعني المعزاء يعني وعتروس بقرة وعجل ناقة ونق يعني هذو دايزين في الأضحية كلهم والأفضل فيها الذكر والأفضل فيه كله الكبش وأسأل الله سبحانه وتعالى إلا كي شي حاجة ما وضحاش أننا نتيرها في النقاش ديالنا وفي الأسئلة ديالنا إن شاء الله وتعالى معكم نعم نعم طيب هذا فيما يتعلق يعني بالحكمة من عيد الأضحى وكذلك الشروطة ديال الأضحية إلى غير ذلك في المجال تعبود يا أستاذ هذا طبعا كذلك مجال تعبود لكن في العبادات يعني بزاف ديالناس كي تسألوا مثلا شنو ممكن ديروا مثلا في هذه الليلة ديالعيد الأضحى في يوم عيد الأضحى مثلا من عبادات لتقرب من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يعني ليلة العيد يعني ليلة العيد يعني ليست مخصوصة بذكر أو بقيام أو بشيء يعني مخصوصة النبي صلى الله عليه وسلم بشي قيام والنضن نحيوها لا هي ليلة كسائر الليالي الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على دي النعمة هذه أولا قبل قبل العيد الأضحى قبل يوم النحر فنحن عندنا واحد اليوم عظيم وهو يوم عرفة ويوم عرفة يوم مشهود يعني هذا اليوم هو يوم المرحمة هو يوم المغفرة هو يوم الذي يخسأ فيه الشيطان هو اليوم الذي نعظم فيه نحن المسلمين نعظم فيه ربنا سبحانه وتعالى فلذلك هذا اليوم هذا كنت نكون صايمين الصوم ثم الذكر ثم تلاوة القرآن الكريم ثم يعني نتقرب إلى الله في هذا اليوم هذا فنختم يومنا بالإفطار وبحمد الله وشكره وتوفيقه لأن هذا يوم عظيم هذا يوم عرفة هذا اللي كان يكون سابق ليوم العيد هو تهيئ لعيد الأضحى فهذا اليوم هذا اليوم عرفة والله أفضل كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي في هذا اليوم يعني يوم نعرفة لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لاش لأن هذا اليوم هذا يوم الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بعباد تقول الملائكة دولي انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعتا غبرا يرجون رحمتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت الان الله الله يا ربي لما شينا بلا عبارة رحمة ديالك في هذا اليوم هذا ياربي راح نحتاجين رحمة ديالك ومغفرة ديالك ياربي راح نحتاجين تفجع علينا في هد مش قادية العيد تعاليا علينا في الأحوال ديان كلها من الكورونا إلى الجفاف إلى الأسعار إلى هذه الضغوطات إلى ياربي لما فرجها منها نفكر ربنا في هد الأيام هذي ياربي يا الله يا واحد وحد وحنا توسلنا إليك وما خاب من ترجاك وتوسل إليك يا رب العالمين هذا اليوم هذا اللي هو يوم عرفة كنختموه بالإفطار والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل الأدعية لنا والنفسنا والولداتنا والأهلنا والبلدنا الجميع ثم الليلة طبعا حال إنسان بعد أنه يؤدي الوجبات دياله الدينية من صلاة المغرب والعيشاء وقراءة الحزب دياله الإنسان ينام باكرا ليستيقظ باكرا ليبدأ يوما عظيما هو يوم النحر يوم مشهود في تاريخ المسلمين أنه يكون واجل هذا اليوم هذا فيستيقظ باكرا ويغتسل لما يغتسل يتهيأ للخروج إلى المصر فكي يخرج وكيبدأ التكبير من العلماء قال من قال أن التكبير يبدأ يوم عرفة بالعصر هذه مسألة تكبيرة أستدوش فرض يعني لا هي سنة تكبير لأننا نحن في أيام الله أكبر فيها يعني كيبدأ تكبير من يوم عرفة من عصر عرفة قيلة من علماء من قال فجر عرفة ولكن الأحواط يعني من عصر عرفة ولكن عند المالكية كيبدأ من من ين كان يخرجوا للمصر الله كيبدأ تكبير وتيبدأ بعد الصلوات فمن هنا كيبدأ تكبير وحنا غادي المصر الله بعدما لبسنا صلينا الفجر ديالنا لبسنا أجمل ما عندنا واغتسلنا لبسنا أجمل ما عندنا تطيبنا ثم خرجنا نكبر خرجنا ولداتنا معنا غادي نكبرو إلى المصر الله ثم نحضر إلى المصر الله نجلس حتى كي يحضر الإمام تنقوم ونصلي وصله ما كي لا تحية المسجد لا جدر كعاد ديالك دلوله قلس اذكر الله مع الناس لما كي يحضر الإمام كتنود كتصلي تصلي الصلاة ديالك الإمام تينود كي يخطب الخطبة دياله يخطب فبعد الخطبة إن شاء الله كين الدعاء ثم ننصرفو ونعودو من طريق آخر غادي نكبرو الله مش بحل عيد الفطر تكبير كي سلي بالانتهاء الخطبة لا عيد الأضحاكي السمر تكبير غارج عين غادي نكبرو والسيغ ديالورة كتيرة منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هكذا يعني تكبير آخر يومين من أيام تشريح إن شاء الله تعالى طيب غدين نقفوا مع فاصل أكيد من بعد الفاصل إن شاء الله غدين ناخدوه لأسئلة جالكم لأنكم ديتوا كتسلوا قبل وقت ما مرحبا بكم مرحبا بالأسئلة جالكم على 05-22-30-30 05-30 وحتى على الصفحة جالنا دي الفيسبوك ليشدا يفعل